دي الحالة الوحيدة اللي حضرتك ما تحترمش فيها الوقت المناسب لنشر الفيديو وهو الترند او التحديث في محتواك الحاجة اللي حتكون اول شخص بيتكلم عنها لازم حضرتك ما تحترمش وقت تنزيل الفيديو وانا كنت بتكلم معاك من يومين عن الوقت المناسب لنشر الفيديو والتأثير السلبي والتأثير الايجابي ايوة انا جاو ريك النهاردة حاجة مهمة جدا يعني الفيديو ده انا نزلته تقريبا من 8 ساعات يعني الساعة 4 الفجر والناس كانت متفاجأة لما نيجي نبص على عدد المشاهدات هنلاقيه انه عدد المشاهدات عدد كويس جدا بالنسبة للأداء المعتاد لقناة المتوحد فكرة فمعنى كده ان اليوتيوب بدأ يقولك ان ارتفع عدد المشاهد بنسبة ايه 48% مما يؤدي الى ارتفاع مستوى وصوله الى المزيد الناس بدأت تختار تفرج على الفيديو ده فده حيساعد على اقتراحه وهنا اتكلمنا على مدى اهمية الترند في محتويك يبقى انا لازم بالفعل احترمي الوقت المناسب لنشر الفيديو ولكن في الحالة دي لا في الحالة دي انا فيه تحديث او فيه ترند لازم اتكلم عنه مابصش يعني انا قلت لحضرتك في الفيديو بعض المحتويات وبعض الفيديوهات في قناتك وانا جايب لك دليل رسمي قدامك اهو ده دليل رسمي بيوضح ان كلامي نفس القناة هي نفس القناة وتقريبا نفس المحتوى ولكن فيه ترند فيه حاجة ظهرت للناس هما مش عارفينها ايه تحديث جديد الناس بدأتوا هو ايه اللي ظهر فانا كان لازم اتكلم عنه عشان اكون اول منشئ محتوى على القل ظهر التحديث تاني حاجة علشان الناس تفهم لان حضرتك تحليله عندما يجذب موضوع الفيديو اول حاجة قالك ايه موضوع الفيديو المحتوى نفسه بعد كده العنوان وصرر مصغرة المزيد من المشاهدين الاعتديدين الاعتياديين لقناتك يزيد احتمال اقتراحه الى المستخدمين ننصحك بالتفكير في العوامل المختلفة في هذا الفيديو التي يتحمل انها زادت قدراته على جذب الشريحة اكبر وكي يفيد الاستفاد من هذا يعني في المستقبل كلام اليوتيوب بيقولك انت عمات عوامل مختلفة ولكن العوامل دي كلها هي في حاجة واحدة بس موضوع الفيديو ده هو بس موضوع الفيديو ترند الناس بي عايزة تعرف ايه التحديث العظمة ايه اللي حصل جديد في اليوتيوب فبالتالي ده وجهة نظر الشخصية ان حضرتك لازم تركز حرفيا ونسب للقناة ولكن في بعض الاوقات لا وده الاستفادة من الفيديو ده زي ما شرحت قبل كده ولكن انا جايب لك تجربة عملية علشان تشوف بانيك اه ده يوسف نزل فيديو مبارح جاب له مشاهدات اقل ولكن على المدى البعيد تطور لكن هنا برضو ما جابلوش مشاهد اقل عشان هنا فيه اختلاف لموضوع الفيديو اختلاف للموضوع اللي بتكلم عليه هنا غير اتي هناك مش كان ترندي لكن هنا الترندي والناس بتدور عليه بلص الصورة المصغرة والعنوان ولكن موضوع الفيديو هو الاهم شكرا للجميع كان معاكم اخوكم متواحل فكرة اللي عايزي وضح لك كل حاجة بسهولة علشان تفهم ان اليوتيوب مش لعبة لا اليوتيوب فن مش عنعن صدقني فن شغل مخك بس يعني اتعلم وشغل مخك وحشوف الدنيا بمكان تاني خالص تمام شكرا للجميع شكرا للجميع